السلام عليكم يا احلى متتبعين وايضا احب ان ارحب بالمشتركين للجدود واقول لهم اهلا بكم في مطبخ وصفاتي ان الان اترككم مع المقادير وطريقة التحضير بالنسبة للمقادير سنحتاج الى نصف كيلو من الدقيق قليل من الملح ملعقة كبيرة من خميرة خميرة الخبز نصف كأس من الزيت ما يعادل 75 ملي بيضة واحدة قليل من الزعتار الان سنمر الى طريقة التحضير ساضع جميع العناصر وبعد ذلك ابدأ بعجن العجين وضيف القليل من الماء الى الخميرة اتركها على جانب نقوم بعجن العجين بالماء بالنسبة للماء فهو دافي دائما نضع الماء شيئا فشيئ حتى نتحكم في الكمية بالنسبة للعجين يجب ان نحصل على عجين رطبة ورخوة لهذا يجب ان نقوم بعجن العجين جيدا حتى نحصل على القوامة الذي نحتاجه دائما نقوم بذلك العجين جيدا بهذه الطريقة بعد ما قمت بعجن العجين الان ساضع القليل من الزيت وبعد ذلك اقوم بجمع العجين هذا هو القوامة الذي حصلت عليه كما تلاحظون معي فهي عجن رطبة ورخوة الان ساقوم بتغطية العجين بالبلاستيك غذائي وايضا بمنديل واتركها حتى ترتاح ونمر الى تحضير الحشوة بالنسبة للحشوة ساحتاج الى بصلة كبيرة ملعقتين من زيت الزيتون وملعقتين من زيت النباتي قليل من الملح بالنسبة للملح دائما حسب الضوء بعد ما اصبحت البصلة لهذا الشكل الان ساضيف اللحم بالنسبة للحم انا لدي هنا 200 جرام من اللحم ساضع نصف ملعقة من الفلفل اسود ونصف ملعقة من الزنجبير وكذلك نصف ملعقة من الكوركم اما بالنسبة للحار ساوضيف القليل فقط فالحار يبقى حسب الضوء نقوم بتحريك اللحم بهذه الطريقة حتى اذا كانت هناك كويرات من اللحم تدوب معنا نستمر بتحريك اللحم بهذه الطريقة حتى لا تلتسق معنا في المقلات بعد ما اصبحت اللحم على هذا الشكل الان ساقوم بنزعها عن النار ونمر الى تحضير الخضار بالنسبة للخضار ساحتاج الى حبتين من الفلفل الاخضار التي قمت بتقطيعها على هذا الشكل وكذلك ساحتاج الى حبتين من الفلفل الاحمر وايضا ساحتاج الى حبتين من القرع الاخضار الذي قمت بتقطيعه على هذا الشكل وكذلك سأحتاج إلى 3 ملاعق من زيت الزيتون و3 ملاعق من زيت النباتي قليل من الملح بالنسبة للملح دائما حسب الضوء نترك الخضار على النار بالنسبة للنار يجب أن تكون النار منخفضة حتى تنضج معنا الخضار بشكل جيد بالنسبة للتوابل نحتاج إلى نصف ملعقة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة من الزنجبير وكذلك نصف ملعقة من الكوركم والقليل من الحار بالنسبة للحار دائما حسب الضوء نقوم بتحريك الخضر جيدا حتى لا تلتسق معنا في المقلات بعدما أصبحت الخضر معنا على هذا الشكل لقد أصبحت نضجة 100% الآن سأقوم بنزعها عن النار ونمر إلى المرحلة التالية كما تلاحظون معي هذه هي اللحمة التي قمت بوضعها في هذا الإناء الآن سأضيف عليها الخضر بهذه الطريقة وكذلك سأحتاج إلى الحامضة المخلل الذي قمت بتقطيعها لهذا الشكل وأيضا سأحتاج إلى القليل من الزيتون الذي قمت بتقطيعه أيضا بهذا الشكل وكذلك سأحتاج إلى القليل من القصبر والبقدونس سأقوم بدمج العناصر جيدا مع بعضها البعض بهذه الطريقة بعدما قمت بدمج العناصر بشكل جيد الآن سأترك الحشوة على جانب ونمر إلى تحضير العجين كما تلاحظون معي لقد تضعف حجم العجين الآن سأقوم بإفراغ العجين من الهواء وبعد ذلك أضعه على سطح العمل سأضع القليل من الضقيق حتى لا يلتسق معي العجين سأبدأ بتكوير العجين إلى قطع صغيرة دائما يجب أن تكون كورة العجين متساوية أنا سأستمر بتكوير العجين حتى أنهي الكمية بأكملها وبعد ذلك نلتقي بعدما انتهيت من تكوير العجين أنا تركت العجين حتى ارتاح الآن سأبدأ بتسريح العجين سأقوم بتسريح العجين بالميدلاك بهذه الطريقة حتى أحصل على القرص الذي أحتاجه بعدما قمت بتسريح قطعة العجين الآن سأضع الحشوة دائما نضع الحشوة على شكل طولي بهذه الطريقة وبعد ذلك أضع القليل من الجبن أيضا أضع الجبن على شكل طولي الآن سأبدأ بلف العجين بهذه الطريقة نقوم بلف العجين على الحشوة حتى نغطي الحشوة بشكل جيد بهذا الشكل بعدما قمت بلف العجين الآن سأبدأ بوضع خطوط مائلة على هذا الشكل نقوم بتقطيع العجين بهذه الطريقة بحيث نحصل على خطوط مائلة نتأكد إذا كانت الخطوط قد تقطعت معنا بشكل جيد وبعد ذلك نبدأ بلف العجين على هذا الشكل نقوم بتتبيت قطعة العجين في الأسفل بهذه الطريقة نقوم بلف قطعة العجين على هذا الشكل حتى نحصل على شكل حلزوني بعدما قمت بلف قطعة العجين سأحتاج إلى الزيتون سأقوم بملء قطعة الزيتون بالكيتشوب أو سلسة الطماطم وأضعها في وسط العجين بهذا الشكل هذه هي القطعة التي حصلت عليها سأمر إلى تحضير قطعة أخرى لكي تروا معي دائما نقوم بتسريح العجين بالميدلك حتى نحصل على القرصة الذي نحتاجه نقوم بتسريح قطعة العجين بشكل جيد كما ذكرت لكم حتى نحصل على القرصة الذي نحتاجه الآن سأبدأ بوضع الحشوة دائما نضع الحشوة بشكل طولي نقوم بتسوية الحشوة على شكل طولي بهذه الطريقة وبعد ذلك أضع القليل من الجبن سأقوم بلف القطعة بهذه الطريقة اللفة الأولى وبعد ذلك اللفة الثانية حتى نغطي الحشوة الآن سأضع خطوط مائلة بهذه الطريقة نقوم بلف العجين على هذا الشكل دائما نقوم بتقطيع العجين الزائد ونقوم بتتبيت قطعة العجين وبعد ذلك نقوم باللف نقوم بلف القطعة بهذه الطريقة بحيث نحصل على شكل حلزوني وأيضا سأضع القليل من صلصة الطماطم أو الكتشوف في حبة الزيتون وبعد ذلك أضعها في وسط العجين بهذه الطريقة هذه القطعة التي حصلت عليها الآن سأريكم شكل ثاني دائما نقوم بتسريح قطعة العجين بهذه الطريقة وبعد ذلك نضيف الحشوة على شكل طولي وأيضا أضع القليل من الجبل بهذه الطريقة نقوم بتسوية الحشوة وبعد ذلك نقوم بلف قطعة العجين على الحشوة بهذا الشكل حتى نغطي الحشوة بأكملها وبعد ذلك نلف اللفة الثانية دائما نقوم بتقطع خطوط مائلة بهذه الطريقة وبعد ذلك نبدأ بلف العجين على هذا الشكل نقوم بتتبيت العجين في الأسفل نقوم بنزع العجين الزائد من الجوانب هذا هو الشكل الثاني إذا أردتم أن تحضروا بهذه الطريقة أنا سأستمر في هذه العملية حتى أنهي العجين بأكمله ونلتقي في المرحلة التالية بعد من انتهيت من العجين أنا قمت بوضع العجين في الطاوة وتركته حتى تضاعف حجمه سأحتاج إلى سفر البيض سأضف له القليل من الخل سأقوم بدهن العجين بهذا الخليط نقوم بدهن العجين بصفر البيض بعد ما قمت بدهن العجين بصفر البيض أنا هنا لدي القليل من السمسيم سأقوم بتزيين الفطائر بالسمسيم مما أنتم لكم الإختيار الآن سأقوم بإدخال الفطائر إلى الفرن على درجة الحرارة مخفضة حتى ينضج معي بشكل جيد وبعد ذلك نلتقي بعد ما قمت بإخراج الفطائر من الفرن فهذا هو الشكل النهائي للفطائر أنا هنا قمت بتزيينهم بالقليل من الطماطم والحامض أما أنتم لكم الإختيار فهذا هو الشكل الثاني يكون على هذا الشكل بعد ما أخرجناه من الفرن فهو شكله جميل وأيضا يمكنكم أن تحضروهم بهذه الطريقة أتمنى أن تعجبكم وصفة اليوم وتقومون بتجربتها وإذا عجبتكم الفكرة لا تنسوا أن تتركوا لي تعليق أسفل الفيديو أن الآن لم يبقى لي إلا أن أقول لكم وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد وأدنتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر